لبنان والأزمة كلمتان لا تفترقان فهذا البلد الصغير اقترنت به الأزمات منذ الحرب الأهلية التي امتدت لسنوات واتت على أخضر البلاد ويابسها وما لبثت أن تنفست بلاد الأرض الصعداء حتى دخلت في أزمة أخرى بدأت باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي يعتبره الكثير من اللبنانيين مهندس الاستقرار المرحلي الذي عاشته البلاد لتبدأ معها سلسلة أزمات كان عنوانها الرئيس ميليشيا حزب الله المتمردة على سلطة الدولة والتي تعلن دون مواربة ولاءها الخارجي وعملها ضمن الأجندة الإيرانية فالميليشيا المتهمة باغتيال الحريري وشخصيات أخرى شنت حملة ترهيب لكل من يعارضها وأعادت فرض لغة السلاح على البلاد بل وصدرته إلى الخارج متدخلة بقوة إلى جانب نظام الأسد شريكها في صناعة الفوضى بلبنان لإخماد الثورة السورية ومع انكفاء عربي واضح وسكوت دولي تغولت الميليشيا بالتعاون مع حليفيها القديم المتمثل بحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري والجديد المتمثل بالتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشي العون لتصبح المتحكم الرئيس بحكومة البلاد وتفرض حسان دياب لرئاستها بعد استقالة سعد الحريري إثر انتفاضة شعبية ضد الفساد السياسي تضافرت عوامل عديد على إخمادها أزمة جديدة بعنوان اقتصادي دخل لبنان بها للمرحلة الأخطر ماليا واقتصاديا في تأريخه مع عجله للمرة الأولى عن تزديد سنداته لاستحقاق التاسع من آذار والذي يبلغ أكثر من مليار دولار أمريكي قبل أن يدخل نفقا استحقاقيا في الرابع عشر من نيسان القادم بقيمة 700 مليون دولار ثم استحقاقا في التاسع عشر من حزيران بقيمة 600 مليون دولار رئيس الحكومة حسان دياب خرج في كلمة بعد انتهاء جلسة لحكومته معلنا أن احتياطية العملة الصعبة في لبنان بلغ مستوى خطيرا ما يدفع لتعليق سداد سندات الدين الدولية في أول تخلف للبنان عن سداد ديون في تأريخه خبراء اقتصاديون أكدوا أن فشل لبنان في تزديد السندات المتوجبة عليه يعني إفلاس الدولة ما يضعها في إطار الدول غير القادرة على القيام بواجباتها تجاه دائنها ويزيد من هشاشة البلاد سياسيا واقتصاديا وقد يعيد الشعب اللبناني إلى الشوارع مجددا رفضا للفساد الموروث والتلاعب بمقدرات البلاد والسياسات المالية التي أفقرت اللبنانيين ورفعت مستوى البطالة ونسبى الهجرة وسببت أزمات لم يشهد لبنان لها مثيلا في تأريخه ترجمة نانسي قنقر